دليلة للكاتب الدكتور أحمد حسن جمعة كانت أذناه تلتقط صوتها، صوت بكاء، عرف منه أنها أنفة، حملوها إليه من غفة الولادة وكان صوتها يقترب ويتاد قلبه وينخلع طمهنوه أن زوجته بصحة جيدة، الصوت يقترب أكثر، كان يتميل طربا لصوتها كتميل سوكي في حالة وجه ينفتح الدكتور لتضعها الممرضة على يدي، يسر الإنرنالين في جسده وترتعش يده يترك عصاق دليله في الطريق، يتحسس وجهها تلتقط أصابر ما لنهوها، نفس ملين حومها، نفس الظهر، الحواجب، ملمس الشعر يتحسس فرنها فتلكم إصبعه لترضعه، يرتعش كأنه درويش تدمع عيناه، يرفع مظهرته السوداء لوجفف دمعه يمسك يدها، فتلف أصابعه حول إصبعه، كان ساعتها منتشيا مخدرا عبر الطريق إلى المسجد بدون دليل بعد أن تعلمت المشي والكلام، وضع عصاه في المسجد لكي يستند عليها، ومن يحتاجها تلك العصاه وهو يمتلك دليله؟ التفت أصابعه حول إصبعه، تقوده إلى المسجد كل صلاة، يتسامران طول الطريق يتبادلان النكات والضحكات، تنتظر إلى أن يتم صلاته ثم ينطلق عائدين إلى المنزل، لكن هذه المرة كانت تمسك يدي تطلق عليها، تمسك طرف أستانها الأبيض بيمناها، بينما اليسرى تداعب كف يده وأصابعه، ظل صامتين طول الطريق على عكس عادتهما، حتى وصل إلى المسجد دخلت معه هذه المرة، كان يردد خلف المأزون بلا وعد، زوجتك ابنتي، موكلتي، موكلتي، قرة عيني، مروح فؤادي، صديقتي بلا ثمه، وحبيبتي بلا غير، رفيتة العمر مضمونة، والقلوب بحبها مسكونة، سبب الرزق رغم ضعفها، الله، أم أبيها رغم صغارها، سبيلي إلى الجنة بإذن ربها، شمس أيامي وقمر ليالينا، انتلقت صغاريد من خارج المسجد، عنقها وتحسس وجهها، مسح الأصابع دموعها ثم رفع نظارته ليمسح دموعه، تحسس الحائط ليجد عصاه في مكانها منذ أن تركها، عنق الجميع ثم انصرف، بدون دليل،